السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة الأفاضل في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج أيها الإخوة الفضلاء هناك موضوع مهم لابد أن نتطرق إليه قد استفحل في مجتمعاتنا وانتشر بين رجالنا ونسائنا وشبابنا وصغارنا وكبارنا إنه داء العجل والاستعجال العجلة والاستعجال داء وخيم أصيبت به الأمم ماضياً وحاضراً وربما يكون مستقبلاً العجلة والاستعجال مذمومة بكل جوانبها إلا في فعل الخير النبي عليه الصلاة والسلام يقول التؤدى في كل شيء إلا في عمل الخير لماذا الاستعجال؟ وما هي العجلة؟ تكن العجلة بأم الندمات الإنسان قبل أن يتكلم لا بد أن يحسب كلامه ويضبطه فكثير من الناس يتكلمون قبل أن يفكروا وكثير من الناس يقدمون على فعل أي شيء قبل أن يتصوروا حقيقة هذا الشيء كثير من الناس سلوكهم في تصرفاتهم وفي سلوكهم وفي كل شؤون حياتهم مبنية على العجلة والاستعجال فالعجلة فعل الشيء قبل أوانه فعل الشيء غير اللائق به قبل أوانه العجلة من مقتضيات الشهوة البغيضة ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في أكثر من سبعة وثلاثين موضع إلا في موضع واحد قال الله عز وجل فيه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب لكن العجلة مذمومة في كتاب الله عز وجل إلا في هذا الموضع الذي قد ذكرته لكم قال الله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لقضي إليهم أجلهم قال الله عز وجل في آية أخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به وقال عز وجل في آية أخرى وخلق الإنسان عجولا لهذا العجلة هي أن يتصرف الإنسان تصرفا خاطئا بسبب عدم التأني في فعل الشيء لماذا الإنسان يستعجل؟ الإنسان دائما في كثير من مظاهر حياته تغلبه العجلة تغلبه إنجاز الشيء بسرعة لا يفكر في الإتقان مهما تأخر الشيء لكنه متقن وفي عمله جيد وكان منضبطا في عمله فالناس لا يسألون في كم أنجز هذا من المفترض أن الناس لا يسألون في كم أنجز هذا المشروع أو في كم سنوات التي استغرقها هذا المشروع لكن جودة هذا المشروع وإتقان هذا المشروع هو المعول عليه لهذا لا يعني التأني التكاسل في فعل الشيء ولا يعني التأني التأخير في فعل الشيء لكن أن تنجز عملك في وقت محدد بخطة معينة وبرسمة استراتيجية محددة وتنجزه في الوقت المضبوط في الوقت المحدد إنجاز متقن هذا هو الإتقان التأني عدم العجلة والتمهل في الشيء والتثبت في الشيء قال الله عز وجل قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تتعجل في قراءتك ولا تتعجل في حكمك على الناس أيضا الإنسان كثير من الناس في هذا الزمن يتعجلون في أحكامهم على الناس بسبب سوء الظن ربما لا يعرفه ربما لم يعاشره ربما لم يسافر معه ربما لم يحتك به في أي عمل بمجرد أن يراه مرة واحدة يحكم عليه بأنه كذا أو بأنه متكبر أو بأنه سيء كيف حكمت عليه لا تستعجل في حكمك على الناس أبدا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الوقوع في العجلة فقال عليه الصلاة والسلام التؤدة والاقتصاد التؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة التؤدة والاقتصاد وحسن الخلق جزء من 24 جزءا من النبوة التؤدة أي عدم الاستعجال أي عدم التمهل حتى كثير من التصرفات اليوم التي تكون بين الزوج وزوجته ربما الزوج يسارع مباشرة في الطلاق وتحصل الكارثة في داخل هذه الأسرة بسبب الاستعجال كثير اليوم من الناس إذا ساق دراجة أو ساق سيارة همه أن يصل قبل فلان أو أن يتسابق شاب مع شاب آخر في الشارع وأصبح الشارع ميدان للسباق وهذا بسبب هذه العجلة تحصل كثير من حواث السيارات يموت كثير من الناس بسبب هذه العجلة البغيضة التي تخرج الإنسان من دائرة السلام ومن دائرة السلم ومن دائرة الأمن والطمأنينة فالتأني هو أن لا يتعجل الإنسان أن يتمهل الإنسان أن يتثبت الإنسان في حكم على الآخرين أن يتصرف الإنسان بتؤدى أن يفكر الإنسان قبل أن يتكلم أن يتصرف الإنسان وقبل أن يتصرف لا بد عليه أن يفكر في عواقب الأمور والتوفيق من الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام بعث الوليد بن عقبة رضي الله عنه وأرضاه إلى قبيلة بن المصطلق لكي يجمع منها الزكاة فلما أقبل الوليد بن عقبة بادره بعض الناس ظن الوليد بن عقبة أن أهل بن المصطلق يريد أن يريدون أن يقتلوه وربما ارتدوا عن الإسلام لاحظ لم يكلمه أحد وإنما بتصرف معين ظن الوليد بن عقبة رضي الله عنه وأرضاه أن هؤلاء الناس يريدون أن يقتلوه فذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن قبيلة بن المصطلق ارتدت عن الإسلام لما؟ لأنهم جاءوه بعض الناس وأرادوا أن يستقبلوه فظن أنهم يريدوا أن يقتلوه فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام فجهز جيشا بقيادة سيد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه فقال له يا خالد قبل أن تدخل إلى حي هذه القبيلة تثبت ولا تدخل بجيشك إلا بعد أن تتأكد أن هذه القبيلة فعلا ارتدت عن الإسلام فذهب خالد بجيشه وأبقاه بعيدا عن الحي وذهب بنفسه إلى قبيلة بن المصطلق فوجد الأذان يؤذن في هذه القبيلة ووجد الناس يصلون في هذه القبيلة فاستغرب كيف حصل هذا؟ كيف حكم الوليد بن عقبة على أن هؤلاء الناس قد ارتدوا عن الإسلام؟ فرجع بجيشه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن هذه القبيلة لم ترتد عن الإسلام يؤذن فيها وتقام فيها الصلاة ويؤذن فيها للصلاة فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة أخرى فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذا العجلة هي أم الندمات فلو اغتحم خالد بجيشه المدينة أو هذا الحي ماذا سيحصل؟ سيموتون أبريا بسبب اتخاذ قرار غير مناسب بسبب تصرف غير مناسب لأن القرار الصحيح والقرار الجيد والقرار المنضبط لا بد أن يقوم على تصرف سليم وفكر سليم ورؤية صحيحة حتى يكون القرار في هذه الحالة سليما إذن التأني قال التأني التؤدة الاقتصاد حسن الخلق جزء من 24 جزءا من النبوة هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل إن فيك خصلتين يحبهم الله عز وجل ما هم الخصلتان؟ الحلم والأناه الأناه أي التؤدة الإنسان عندما يتعجل لماذا يتعجل؟ لماذا الإنسان يتعجل؟ وقف في طابور يريد أن يكون هو الأول ساق سيارة يريد أن يسبق أخاه ساق دراجة يريد أن يسبق أخاه حكمه على الناس ربما يكون بطريقة غير صحيحة هذا العجل من الشيطان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا العجل من الشيطان التأني من الرحمن والعجل من الشيطان فالإنسان لا يستعجل في حكمه على أحد وإنما يتأنى في كل تصرفاته فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى انتظرونا برك الله فيكم حياكم الله أيها المشاهدون الأفاضل ألعدنا إليكم مرة أخرى كنا قبل الفاصل نتكلم عن أن العجلة من الشيطان التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان الإنسان يريد أن يصل إلى موضعه قبل الآخرين يريد أن يتكلم قبل الآخرين يريد أن يفهم قبل الآخرين يريد أن يأخذ حقه قبل الآخرين العجلة هذه عجلة مذمومة لكن العجلة في فعل الخير تتباطى عند كثير من الناس تتباطى عند كثير من الناس إذا أراد أن يحضر مجلس علم يتباطى إذا أراد أن يتصدق بصدقة يتباطى إذا أراد أن يصلي جماعة لكي يحضر تكبية الإحرام يتباطى هذا الإنسان ربما في أي عمل من عمل الدنيا نجده يسارع ويتسارع إليه ولكن إذا رأيته في عمل الآخرة ربما يتباطى نسي قول الله عز وجل وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوة والأرض وسابق إلى مغفرة من ربكم الناس يتسابقون في فعل الخيرات هذا الأصل فيهم ولكن مع الأسف اليوم التسابق يحصل في فعل الدنيا وفي أمر من أمور الدنيا وربما في فعل الشر نسأل الله العافية والسلامة الطالب إذا أراد أن يجيب في الامتحان لابد عليه أن يفكر لابد عليه أن يعرف معنا السؤال لابد عليه أن يفهم مضمون السؤال لأن فهم السؤال كما يقال نصف الجواب ومن أسرع في الجواب حاد عن الصواب لا تسرع في إجابتك أيها الطالب أيضاً إذا ركبت دابتك أو ركبت سيارتك أو ركبت درجتك وأنت مستعجل أرهقت نفسك وأتعبت سيارتك وأتعبت درجتك هذا قيل إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى أي المنبت أي المسرع على دابته لا هو أراحى دابته ولا هو وصل إلى البكان الذي يريد أن يصل إليه في وقته المناسب إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى هذا في يوم من الأيام وقع سهيل بن عمر في الأسر في غزوة بدر الكبرى وهذا سهيل بن عمر كان رجلاً مفوهاً خطيباً بليغاً يؤثر في الناس فوقع أسيراً في غزوة بدر فجاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله دعني أقتلع ثنيتي سهيل بن عمر حتى لا يقوم خطيباً في الناس فيؤثر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يؤدب أصحابه ويربي أمته على التأني فقال له يا عمر دعها لعلها أن تسرك في يوم من الأيام مرت الأيام ودارت السنون فإذا بسهيل بن عمر يسلم في فتح مكة بل ويحسن إسلامه وأصبح من كبار الصحابة الأجل رضي الله عنهم وأرضاهم وبعد أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى ماذا حصل؟ ارتد بعض المسلمين ارتد بعض المسلمين ودخلوا دائرة الكفر والعياذ بالله جل وعلا فما كان من سهيل بن عمر إلا أن يقوم فيهم خطيباً ويرجعهم إلى الإسلام مرة أخرى ويمنع كثيراً منهم من الارتداد عن الإسلام نسأل الله العافية والسلام فتذكر سيدنا عمر بن الخطاب تذكر عمر بن الخطاب قول النبي عليه الصلاة والسلام دعها يا عمر لعلها أن تسرك في يوم من الأيام فلو استعجل عمر في قلع ثنيتي سهيل بن عمر سيخسر واحداً من الصحابة الذين لهم شأن كبير في منع الارتداد ومنع الردة في كثير من المسلمين وهذا شأن عظيم حصل في غزوة من الغزوات هذا أسامة بن زيد وسيدنا أسامة رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام في غزوة من الغزوات كان حاملاً سيفه إلا ويرى بعض المشركين يثر هارباً فيلحقه مع واحد من أبناء الأنصار فيركضان ورأه فلما رأى السيف ورأى أنهم سيقتلانه قال لا إله إلا الله فالأنصار هذا رفع سيفه لكن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قتله بعد أن قال لا إله إلا الله فوصل الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصل هذا الموقف وهذا التصرف من سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذاً إنما قالها خوفاً من السيف قال هل لا شقت على صدره؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر على أسامة أقتلته بعد ما قالها؟ أقتلته بعد ما قالها؟ ومن شدة تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة يقول أسامة ليتني لم أكن مسلمة في ذلك اليوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر هذه الكلام لأن العجلة أوقعت في أمور لا يحمد أقباها فلو كان المسألة فيها تأنن وفيها صبر وفيها تفكير وفيها تصرف سليم في وقت سليم واتخاذ قرار سليم في وقت سليم من غير عجلة ومن غير استعجال كان القرار له شانا كبيرا في هذه الحالة وفي هذا الموقف على وجه التحديد لهذا العجلة ليس فيها شيء يحمد أقبه أبدا إلا في فعل الخيرات إلا في فعل الخير يمكن أن تكون العجلة لها شيء في هذا الأمر هذا الإنسان دائما يستعجل إذا أراد أن يذاكر استعجل إذا أراد أن يتكلم استعجل إذا أراد أن يقول شيئا استعجل فالعجلة هي أم الندامات أم الندامات الخطيرة التي يقع فيها كثير من الناس اليوم وبسببها تحصل الكوارث في الأسر وتحصل الكوارث بين أبناء الحي الواحد وتحصل الكوارث بين الأصدقاء وتحصل الكوارث بين الموظفين وتحصل الكوارث بين أبناء المسجد الواحد بسبب ماذا؟ بسبب العجلة والاستعجال وسوء الظن أن كثير من الناس ربما تتفكك علاقاتهم الاجتماعية بسبب سوء الظن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم كثير من الناس ربما من خلال تصرف لا يفقهونه يحكمون على هذا الإنسان بأنه كذا وكذا وكذا وتصرف تصرفا غير سليم لأنه قد أوقع نفسه في هذه المصيبة وفي هذه الكارثة وبالتالي تتفلت العلاقات الاجتماعية بين الناس ويأخذ كل واحدا منهم جانبا وتنتشر الأحقاد والبغضاء والشحنة والكراهية بين الناس حتى ترى المجتمعات اليوم مع الأسف مفككة مشردمة لا تآلف لا تحابب بين الناس بسبب سوء الظن وبسبب الاستعجال في حكمهم على بعضهم بعضا فوقعت المصائب ووقعت الكوارث بسبب هذا الأمر إذن خلاصة الموضوع في هذا الاتجاه يجب علينا أن نبتعد عن الاستعجال إلا في فعل الخير الأمر الآخر إذا أردنا أن نخرج إلى الشارع ومعنا دراجة أو معنا سيارة أو معنا أي شيء من وسائل النقل لا بد علينا أن نتمهل في طريقنا ولا نستعجل ولا نجعل الشوارع ميدانا للسباق إنما الشوارع عامة للناس يمشون فيها الصبي يمشي والصغير يمشي والكبير يمشي والعجوز يمشي والناس كلهم يمشون في هذه الشوارع فالشوارع حق للجميع وبالتالي لا نستعجل فيها حتى لا نتسبب في وقوع حوادث كارثية نتندم عليها في يوم من الأيام ولا تسعت من دم وفقنا الله وإياكم لكل خير وجعلنا وإياكم من الذين يتصفون بالتأني ويبتعدون عن العجلة والاستعجال بل ونتمنى من الجميع شبابا وشيوخا وكبارا وصغارا أن يتصفوا بصفة التمهل والتثبت وعدم الاستعجال وفقنا الله وإياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق أنا في رحمتي دمع تضيق بفيضه الأحداق وبنفع وإنصاق